موسيقى صحة السيامكم صحة شريبتكم وصحة فطوركم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج السهرة مع زهرة ليجيكم العبر القناة الالكترونية جيل دي زيد كي معربكم هذا البرنامج رحي يجيكم مرتين في الأسبوع باش نتكلموا على عدة مواضيع يهم المجتمع الجزائري ويهم هذا الشهر الفضيل بيانسيوغ ما رحاش نكون واحدة رحوا يكونوا معايا ضيوف هاد الضيوف دائما نحرصوا ان يكونوا في مختلف المجالات معاهم نستفادوا وبهم كدلك ومنها نقصروا شوية وندرت شو ونحيوا شوية على خاطرنا نتشرف اليوم بحضور سمحولين بدأ بالنساء أولى داكوغ ليفهم دابوغ بالأخصائية التغذية البيسومية مرحبا بك سيداتي اتضافة الكريمة اللي رانا مجموعين شكرا على هاد اللما اللي حاولتوا تعملوها لانتقسموا فيها ان شاء الله بعض الأمور بيننا وبين المشاهد الكريم خاصة مع موضوعنا اللي راح يوني راح نتكلموا على القيم الروحية والصحية كما على بنا كامل أنه دائما هاد الكوتي ولا هاد الجانب مهمل في المجتمع الجزائري أليس كذلك سيدنا المونشد أهلا بك أهلا وسهلا مرحبا مشكورة هي القناة على هاد الاسطافة مباركة طيبة وان شاء الله هنستفادوا من مع الأسداد اللي رام حاضرين معنا شكرا لك سيد عبدالله بن دادا كذلك يحضر معنا الأسيد الجامعي والإعلامي هواري بومديان أهلا بك مساء النور لك السيدة زهراء مساء الخير لظيوفك الكرام ولمشاهديك الكرام كذلك صحة رمضانكم صحة شريبتكم صحة فطوركم كما نقوله احنا في الغرب وكل عام والجزائر بخير ان شاء الله بيش كي بديناها بالغرب وشنا هي العادات اللي تتميز بها المنطقة انت من ولاية معسكر من ولاية معسكر طبعا العادات كثيرة جدا تقصدين عادات الطبخة عادات المائدة الطبق الرئيسي طبعا هو الحريرة المطلوع الخبز المحذر يعني بطريقة تقليدية في البيت الأطباق الأخرى كباقي الجزائريين البلاد ريزيستانس كما المحمار كما الحلو والبرقوق وغيرها وبالتالي فالمائدة المعسكرية ثارية شأنها شأن باقي الموائد الجزائرية الأخرى عادات معسكر يعني متعلقة تحديدا أو مرتبطة تحديدا بالجانب الديني رمضان يؤثر دينيا وروحيا في ساكنة معسكر بشكل عجيب جدا إلى يومنا سما أنت تقول يعني ولاية معسكر إلى يومنا هذا ما زالها تحرص على الجانب الروحي لهذا الشهر الفاضي لأنه ما نقدروش ننكره أنه الأغلبية الساحقة من المجتمعنا وإحنا كذلك أنه دائما نروح ونحضره للشهر الفاضي الماديا أكثر من أي شيء في حين أنه هذا الشهر هو روحاني شهر أنه فيها ليلة من ليلى من كما أقول إحنا أفضل من خير من ألف شهر خير الليالي خير من ألف شهر خير من 84 سنة عبادة ألف شهر هي 84 سنة وحاجة يعني عمر كله يعني عمر إنسان دائما نهملوه هذا الجانب يعني الجانب الروحاني هلاش يعني أنت كيف تشوف أستاذ؟ يعني بادي أذي بدء يعني من أجل حديث عن الجانب الروحي لهذا الشهر المعظم الإنسان منحه الله تبارك وتعالى 11 شهر ليفطر فيها ويلبي حاجاته البيولوجية كيف ما يشاء في إطار معين يعني في إطار الشريعة الإسلامية السمحة فالله تبارك وتعالى اختار هذا الشهر ليقول لعبده صم امتنع عن الطعام امتنع عن الأكل لأجلي امتنع عن حاجاتك البيولوجية من بعد صلاة الصبح ومن قبل صلاة الصبح لأجلي لأجلي أن أرضى عنك والصيام عبادة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى فيجب أن ننتبه إلى المعاني العميقة لهذا الشهر العظيم منها هنا لماذا فرض الله هذا الشهر؟ لماذا فرض الله صيامه؟ لماذا اختاره ليجعله شهرا ينزل فيه خير كلامه؟ القرآن العظيم ولماذا اختاره ليجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر يجب أن ننتبه إلى هذه المعاني يعني الصورة المقابلة أننا للأسف اجتماعيا صرنا كلما قرب شهر رمضان نجمع له الأموال صحيح على الأقل 60 ألف سبيل خصص الميزانية يعني ميزانية خاصة لهذا الشهر الفضيل حتى في ناس يعني نقدر نقوله أنه فيه لهفة كذلك يعني ما نكذبوش على رواحنا احنا رأنا من المجتمع وحنا من الناس اللي رأنا ندروا هذا الشي أنه دائما نخمو على مائدة رمضان وش راحين نطيبو القضيان شحال المصروف حتى للناس اللي راي عندها عائلات وفتحها عائلات دائما نتخمم أنه حويج العيد ولو يشروهم قبل ما يبدأ رمضان يعني كلي شهر شهر شهرين من قبل نضاعف الاستهلاك أستاذ زهر نضاعف الاستهلاك ونضاعف الإقبال على البطنة بيد أن شهر رمضان يدعونا إلى الفطنة ما هو الجانب الروحي في رمضان جانب الروحي أنك يبنى آدم 11 شهر وأنت يعني تأكل وتنام وتلبيت الحاجيات أما في شهر رمضان فالله قال لك صم لماذا؟ صم لتزكو صم لتكون إنسانا صم لترتفع عن هذه البهيمية وهذه الحيوانية والروحانية أي الطاقة الروحانية في الإنسان وهي الطاقة الإيمانية والطاقة التي تجعل الإنسان مشرائبا إلى السماء مشرائبا إلى عرش الرحمن متباعدا عن الأرض متباعدا عن تلك الصبغة الطينية عن تلك الصفة الآدمية البشرية طينية الأرضية وبالتالي لكي تقبل على الله تبارك وتعالى لا بد لهذه الروح أو هذه الروحانية أن تكثر فيك بما تكثر؟ بالحريرة نحن لا نمانع الحريرة ما نقدرش ما قولش أنه الإنسان ما لازمش كذلك أكيد وازن بالإقبال بالتفكير فيها فقط بالنسبة 90% بالتفكير في الطعام بالتفكير في الاستهلاك لا بالتفكير في القرآن العظيم بالتفكير في العبادة في قيام الليل في أنت في شهر رمضان كأنك تشحن بطاريتك الإيمانية لتواجه بها 11 شهرا الأخرى ونحن علبنا بأن الأعمال في هذا الشهر الفضيل تضاعف أضعاف مضاعفة والحكمة تبقى لله أول شيء أنه أربي كما قوله نحن يسجلنا الشاياطين اللي يلعبوا يصرف الشاياطين علينا يقول لك المرادة ما هذا هو القباح القباح هم ولي يصفدون يقول لك هذو الجنون الجايحين يقول لك يبقاوي دوره بسبب الإنسان نحن جنيا غلمون الناس عمبالهم كأنه رمضان تصفد فيه الشاياطين يعني ما كيش الجنون يقول لك المرادة من الجن هذو يصفدون لما تكلموا على عنوات الحصة الجنب الروحي من الشهر رمضان الأستاذ قال لماذا فرض الله علينا شهر رمضان الجواب بسيط جدا الجواب موجود في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم رب يقول في الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا علاكم علاش تعالكم تتاقون يعني الحكمة من الصوم ما رهوش باش ناكلوا ما رهوش باش شهرين قبل رمضان نحن نوجده في الشهرية عمروا فيها باش نوجدوا كل أنواع المأكولات ما شي نوجدوا المواعن نشوف الحق رمضان تلقاهم قاعدوا يشيروا في المواعن وكأنوا المواعن الذين ناكل فيهم ما رهوش باش مواعن هو موضوع كنا نتكلمنا عليه البارح ديجابي فيما يخص هات المواضيع حلش نقولوا أنه يعني نروحوا مادياً قلنا حتى الجانب روحي حتى الجانب الصحي رانا مهملين يعني رانا في المائدة صحيح أنه الإنسان هذه طبيعة وهذه نفس أنك تتشهى ولكن ما نش ناكله صحياً على مائدة صيداتي أكيد يعني رانا خاطئين الجانب الصحي يعني الجانب الصحي هكذا وهنا رانا نروحوا هكذا ما عندنا حتى علاقة بالصحاب في المائدة الرمضانية اللي نشوفوها عادة في المجتمع متاعنا شوفي خلق الإنسان على ثلاث أبعاد ربي سبحانه كي خلقنا خلقنا ثلاث أبعاد خلق فينا الجانب الروحي والجانب الجسدي والجانب العقلي الشهر هذا مديور بوخفاغة ربي كي دارنا شهر رمضان نصوموا فيه داروه شفتو اللي عنده سيارة يدير لها فيدونج اللي عنده سيارة راهو يعرف كي ما ديش الفيدونج للسيارة ويلحق الوقت يعرف وش يصير لها يقولي الموتور هاد المرحلة كي قال لنا تمتنع فيها عن الأكل والشرب من الفجر حتى للمغرب أنا وش نشوف في العادات انت عنا كشغل تحدي انت قلت لي ما تاكلش من الفاجر للمغرب أنا ناكل من المغرب للفاجر وش ماكلاش في مدة حداش شهر يروح ياكلوه في شهر وياكل كلش على ضربة وياكل كلش على ضربة وهذا خطأ كبير إذا جينا نشوف دول اللي راهي في الأبحاث متقدمة علينا راهي دير مراكز للعلاج بالصوم صحيح مؤخرا وآخر يعني آخر الدراسات يعني يرام يقولوا بالكاين في بلدان حتى معندها حتى علاقة ربما بالدين الإسلامي حتى بدين آخر راهي مخصة يعني أيام للصيام وتدرس هذا النحية ومؤخرا في ماليزيا يعني يعني في عين في حين أنه ربي صبحانه هنا يطانا هذا الشهر كهدية سبحانه لازم نستغلوها علاش بسك في فترة الصيام يتصرع واحد الفينومن في الجسم تعنا واحد الظواهر في الجسم تعنا مهما كان المرض تاعك قوي اللي انت اكتسبته وكوّنته في مدة حداش شهر عن طريق الأكل الخطأ تاعك التصرفات والسلوكات للخطأ تاعك تفكيرك الغالط عندك هذا الشهر بيطه لك رحمة باش تعاود تنظف كل حاجة اللي كانت في حداش شهر اللي من قبل في حين أنه هنه هاد القيمة ما نشوفوها تعنامضان القيمة هادي ما ما نشوفوها كيف نقوله مثلا في كينوح نفطر ناكل حريرة بالعكس لازم ناكل حريرة ناكل الشربة موش لازم يبعليش حنا ينقاطعك باش اللي روي شاهد فينا يستفاد كذلك موش لازم ناكله موش لازم ناكل لازم تاكله كل حاجة بصح بطريقة معتديلة مثلا نحن يشوفو المينو تاعنا باركزم بورك عندنا شربة وعندنا شلادة هادي سي اساسيات اساسيات يعني في المائدة رمضان دو كنا أعطيك يعني وش لازم ناكله وش لازم ناكله بطريقة صحية لازم أول حاجة كينفطر نفطر بكاسمة ولا حاجة سائل كي ما يقول رسالي صلى الله عليه وسلم لبن وحبة تعتمر وعليش نفطر بالسائل حبة تعتمر التركيبة على الجسم متاعي سبعين إلى خمسة وسبعين بالمية منها ماء في فترة صيام الجسم متاعك رح يفقد كمية سوائل أهم حاجة تبدأ بها هي أنه تعود تعمر السائل هاداك اللي افتقدته في فترة الصيام وليش ولي كصر رمضانو بالقازوز ما هذا شمعه جاءنا هادي مقل شمعه هادي مقل شمعه هادي مقل هادي مقل هادي مقل هادي مقل شباب عريق عندنا شوية شباب لغي جيشوية هنا يعني الأغلبية يتكيفو ويستر هادي مقل شو ميزعفوش علينا هادي تفضلي كبير من بعد ناكلوه حبة تعتمر علش حبة تعتمر؟ لانه الجسم التاعي الطاقة الاساسية فيه للدماغ تاعي هي هي الجليوكوز الحبة التمرة مش هي هاديك التمرة الناشفة شتور رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الرطب 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 ايه انا لحدا ما نقدرش ناكل يعني المعسلة هاديك ما نحملهاش أنا دائما حاجة ناشفة الناشفة ربما هذا صلوك خطأ رحكينا كل الناشفة تكون الجليوكوز اللي يكون فيها رح يطلع على الانسولين بزاف داكا تكون حلوة بغا 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 على الاخرى اه اما الاخرى يكون يكون مكثف يكون مكثف يكون مكثف كينا كلها هكذا اللي تطينا اينارجي غابيد لو سيغفوت عنا وين راح نعاود نفطن بعدها نروح نصلي ندير هذيك لابوز باش نخلي الجسم التاعي يستفاد من هذوك المكونات نبدأ نعاود نرجع القوة للجسم التاعي نروح فيغ شربة ولا الحريرة ولا نفقت كالسوق نستوقف قليلا هناك حديث على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فيما يخص أن كي الناس يعني لما تأتي هكذا يكونوا صايمين يروحوا يصلي ويسبقوا في العبادات حتى أن المفهوم الروحات نرى خطأ شوية يعني يروحوا يصلي في حين ربما إذا مرانيش غالطة في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لكم وكسر رمضان أجلوا بالإفطار وروحوا بعدها يعني صلوا حتى صحي يعني حكمة عجل الفطر يجب أن تفتر تمتم نحن يقول لكم لا لا ما عليش وآخر الصحور الصحور الأصل تأخره ونحن لا لا ينضيف يتسحر على زوجة عصباح هذا الثاني خطأ يعني لا نرى الدراسات يعني من جانب الصحي ترى تعجيل الفطر في حكمة صحية وتأخير الصحور في حكمة صحية سبحان الله سنعود إلى هذه النقطة نكملوا مع الفطر ونعدني كنت لك بعد ما نصلي ونروح نأخذ شربة حاجة سخونة ليكيد باش نعود ليكيد وتكون سخونة ولا دافية باش نعود نعدل الحرارة في الجسم تاعي عاود الجسم تاعي الحرارة اللي كانت اللي كان يكون برد بزاف كينصومو جانا غالما نبردو باش تتوازن الحرارة بعدها مباشرة ننتقل الأكل الخضار الخضار الخضرة السلطة نخليه الكخو باش نستفاده من الفيتامينات ومن المعادن وش علش نسبق بالخضر والسلطة هذيك باش نعاون الأنزيمات اللي رح يكينا في الجهاز الهضمي تاعي أنه يهضم البروتين اللي رح ناكله بعدها بطريقة جيدة نستفاد من الأكل اللي رح ناخده بعد السلطة نروح نتوجه اللي رح نتوجه عادة الجواز اللي رح نتوجه ونقدر ناخد منه شوية الكميه لازم ماشي ناكل حتى احنا هذي هي احنا عندنا عندنا طبيعة كاملة يعني تيبيك معجرة يعني كي ناكلوا ناكلوا بكميات كبيرة نقولوا في بنا أنه باش نركوپيري وش فقدنا و باش منجوعوش الغدواء من ذاك بالعكس الشهر هادا مديور باش تفقد ماشي باش تركوپيري كاي اللي يتخذنو في رمضان يديوان غيجين كاي اللي يقولك بلي اوكي خلاص جا رمضان رمضان خلاص هنفقد فيه الوزن في حين كاي الناس نلقوهم انهم يسمانو في رمضان يسمع جوسيب ماشي بروف هم دين الاكل استاذة اذرا مننا بهذا الاكل بطريقة عشوائية يسمى للانساء يتسبب في السمنة احبب لكم حقي المعلومة فقط بسيطة شفتوا هادوك جونسيبار رياضة هاديك وشاعة يقولها هادوك الجابوني ولا اللي شينو هادوك سمان ما نشعرف اسمها مصرع اليابانية مصرع اليابانية مصرع اليابانية هادوك بش يكتسبوا الوزن الزائد يصوموا من بعد يأكلوا بكميات كبيرة ويرحوا يرقدوا بشارها بشارها وش يصرع هادوك الكميات الكبيرة لك لو هرحوا تخزن في الجسم وبعد يرقدوا ميبوجيش هنا عدنا اللي يصوم يرقد من الفاجر حتى للمغرب كان بزاب فئة اللي تصوم ترقد هادوك نصيبوه يكتسب بوزن ليه ما يديرش الحركات اللي هي ما عندها حتى علاقة مع الهدف من رمضان بس كون رمضان الهدف تعوه انه السيستام الي يصرع نحكي لكم شوية بركوش يصراكين صوموا كين امتنع هنلقات لربعتاش واطمنتاش ساعة ولستاش ساعة في المرحلة هادي اول اربع ساعات الجسم رح يستهلك كامل مخزون الكلوكوز اللي راهو فيه من الاربع ساعات للفوق رح يبدأ يشتغل الكابد الكابد يبدأ يمد في المخزون التاعه اللي راهو فيه وتبدأ تبدأنا عمليات الكلوكو جيناس يبدأ الكابد هو اللي المخزون تاع الكلوكوز اللي راهو كاين يزيد يخرج بعد الاربع ساعات هادو كينبداول ثمان ساعات صيام وش يصرا يبدأ يفرز الجسم تاعي هرمون النمو الغروث هرمون هاد الهرمون يساعدني على شفاء من الأمراض الناس اللي عندها الانفلامات انه تقلل الاكل تاع السكريات وتاع الاكل بشارها لماكسيموم خشاد شار تبرا فيه ديجا لبخانسي بتاع ديجا وعلى شان اقول الدراسات القائمة ولدول غير اسلامية راه يتشوف انه في الصيام القاد فيه صحة يعني صحة بدنية وصحة عقليانية وصحة حتى صحة روحية لانهم هما دائما هذا الجانب نقدر نقوله مهمل ولا ما يطولوش اهمية كبرى ولكن بيه جانبه روحاني يعني كما قولنا الجسم السليم في العقل السليم يعني كل حاجرة هي مرتبطة كانت سلسلة العقل السليم في الجسم السليم مقولة قد يقولون بأنها حكمة لكنها مقولة لآرستو لكنها متداولة يعني نحن من يبدو نقراه نقول العقل السليم في الجسم السليم لكن مع الوقت تلقى أنه الجانب النفسي التاعك والجسد ديالك والروح ديالك كلها هي يعني تالوث يعني مرتبطة ببعضهم كي ما قلت لك مع الولم ثلاث أبعاد يعني مرتبطة ببعضها البعض كي يصلح جانب ويتصلح جانب الآخر كي نصلحوا الجانب الجسدي ونصلحوا الجانب الروحي جانب العقلي رح يتأثر أوتوماتيك ويدوروا كامل مع بعضاهم هذا الشهر بما تابت بداية تغيير نشوفه يعني في الجانب الصحي شفنا أنه مؤخرا أنه شعب الجزائري والإحناية ولينا نهتمه كذلك بالجانب الصحي وأكبر دليل أنه نلقينا باللي نروحه دائما ولينا نحفظه شوية على يعني المين وتاعنا ولو شرعنا ننكله يوميا حتى نشوفه أنه ليصال فقط روسي ولكن قد هذا الجانب الروحي راه مهم النوع المعارسة كذلك أكيد بالعودة إلى الآية التي ذكرها الأستاذ عبد الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ لو نعود إلى بداية الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين الذين يشهد لهم هو سبحانه بالإيمان وبالتالي يشهد لهم بالتقوى فلماذا يعود فيقول لهم لعلكم تتقون تتقون ماذا؟ أياما معدودات أهل اللغة يعلمون هذا أياما مفعول فيه يعني تتقون الله لأيام معدودات لهي أيام شهر رمضان الفضي تتقون ماذا؟ تتقون الأذى الصحي الجسدي وتتقون الأذى الروحي لأنكم ربما غافلتم عن ربكم تبارك وتعالى لأنكم ربما ابتعتم ربما ارتكبتم كذا فلذلك سمي هذا الشهر شهر المغفرة تكفير عن تلك الذنوب الماضية إقبال على الله وبالتالي فلا بد لك من الإقلال من الطعام من الإقلال من النوم من الإقلال من الاستجابة إلى تلك الحاجات البيولوجية التي كنت تستجيب لها بشراهة في باقي الشهر لماذا؟ حتى تحقق المرادة من فرض الله تبارك وتعالى لشهر رمضان معظم وهذا ما نريد أن نصل إليه زميلتنا حاجر أبو العلاس خرجت إلى شارع الجزائري باش نتكلم على هذا المقطع هل الجزائري يهتم أو يحضر نفسه روحانياً وصحياً كما يحضر روحوا مادياً نحن نشوفوا هذا اللي صناق اللي درته مننا الزميلة ونعود لكم الشعبان هو صح بس كنت نبي صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة أقبل كانوا يوجدوا روحهم روحانيين قبل الرمضان قبل ما يجي رمضان كانوا يتحضروا للشعبان وثم يجي رمضان يجيهم بكل سهولة أما شعبان يحضروا بالصيام وينقص ومن ناحية التربية وكل الأخلاق ومن بعد يجي رمضان يرحب برمضان نحن نوجدوا روحنا رمضان كالعادة نوجدوا رمضان ونوجدوا لقعوش لزم وكعرف رمضان كيفه الصيام والصلاة والتراويح والقرآن إن شاء الله هذا هو رمضان هيا نفسك ليكون مثلا مدخن ينسي التدخين ليكون مدمن على القهوة بيقى وصيد جزائر القهوة القهوة بزهر يعني هيا روح شغل عنده حاجة جاية وماشاء الله من ناحية صلاة تنهضي خاصة صلاة الفجر الصيام وجنة الصيام وقاية الصيام صحة في نفسه صحة تعني تعود أمراض أمراض ربما يعني فيه فائدة كثيرة يعني أنا برموة الأخ الكريمة نبدأ نهاري نصلي الفجر نخرج نسترزق كما لي جورني ما نشفي رمضان وشنو الإنسان كيكون في الليل يكمل تراويح دياله يكمل السهرة يروح ما قرآن يبدأ شوية مع القرآن مع القرآن بس كل القرآن نقي شوية ينظف ينظف الإنسان إن شاء الله هكذا كون يولوا يتبعوا هكذا خير الكرش هذي خلينا منها كرش هذي خلينا منها وما فيها أولو والقرآن هو الصح وربي يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله كانت هذه آراء الشارع الجزائري فيما يخص القيم الروحية والصحية يعني ما استغربتنا من الكومنتر والآراء يعني الأغلبية السحقات تقول لك نهتموا بالماديان يجروا كما قولوا نحن يمر القضيان يجروا يمر شريان يمر طابلة وشحين وجدوا وشحين ديروا يجروا يمر مصرف مصرف بس كلابنا باللي يعني الحالة الاجتماعية الجزائرية صراحة كين اللي قالوا ناو في جانب روحي لأنه مفهمين باللي الجانب الروحي تع رمضان هو أنك تقرأ قرآن هو أنك تدير تراويح و تسيت لماكسيموم أنك تشد لنا تاوعك وما تزعفش أليس كذلك هو أستاذ زهر يعني لما نقول الجانب الروحي هل يعني الجانب الروحي هو قراءة القرآن فقط حتى وإن بتدبر هل يعني الجانب الروحي هو قيام الليل يعني صلاة رويح والتهجد فقط أو قيام الليل حتى إلى صلاة صبح ماذا يعني الجانب الروحي كيف نستفيد من رمضان روحيا قلنا بالإقلال من الطعام عندما تقل من الطعام ما الذي يحدث يحدث فيك نشاط طاقوي روحاني عجيب جدا يجعلك تفهم المراد من شهر رمضان أعطيك مثال بسيط حتى أوضح صورة لأن الصورة عميقة جدا طبعا ولا يسعها بضع دقائق من أجل شرحها أعطيك مثال بسيط جزائري مثلا كمل الشغل انتعه خارج من الشغل الثلاثونس تعالشية مشى دار قضيان كذا يدخل الدار يحس بالتعالي يدخل البيت زوجة انتعه تطلب منه مثلا روح زيت شرينا كذا رأنا محتاجين كذا فأنا متعب هذه تعالى أنا متعب يجب أن أنام أنا جوعان يجب أن آكل رمضان بكل بساطة يقول لك أيها الجزائري أيها المسلم أيها المؤمن يمكنك أن لا تأكل يمكنك أن لا تنام يمكنك أن تنام ساعة في اليوم فقط وتشعر بنشاط عجيب يمكنك أن تتناول الطعام بالقسط المعين وتشعر بنشاط عجيب وتشعر بالجوع كانت هناك حروب تقام يعني تحدثها في غزوة بدر الفتوحات كلها كانت في شهر رمضان هذا قد منوش حديوزن الفتوحات كانت في شهر رمضان الأستاذة زهرة بارك الله فيه غزوة بدر كانت في السابع عشر من رمضان فتح مكا كان في 24 رمضان والكثير من الغزوات جدا عند الصحابة بعد نبي صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ الإسلامي كلها كانت في رمضان أعتقد أن ثورة أول نوفمبر عندها علاقة كذلك بشهر رمضان المعظم فبالتالي رمضان يعطيك تلك الطاقة يعطيك تلك الإنسانية العجيبة التي غفلت عن استقصائها أنت في نفسك رمضان يعطيك هذا يعلمك كيف تصنع من التعب راحة وكلامه تناقذ إذا شعرت بالتعبي فقم فتعب في رمضان قم فزد التعب فإنك ستشعر بالرحة إذا شعرت ليلا بالنعاس فقم فصلي ستفعل ذلك يعني أنت رأيك تقول سغلو يكون تكسروا هذك هذا هو الجانب الروحان فكرة لراهي لراهي عندنا أنه ما ناش قادر نصلي وما نقدرش لا لا خليهم بعد يعطيك المعذرة أستاذة خابرة التغذية يعطيك شيء بسيط جدا بالنسبة للمدخينين المدخين يا أخي أقل عن التدخين تدخين مضر بالصحة وهو يعلم ما ظره هو يعلم ما فاسده هو يعلم أثاره لكن لا يستطيع أن يفعل ذلك لماذا؟ لأنه يقول لنفسه عبارة يحطم بها كل إرادة في نفسه يقول والله ما قدرت هذه عبارة والله ما قدرت يالي تخليك ما تقدرش لكن رمضان يجيبك أيها الإنسان بأنك تكذب المعذرة على هذا الجرأة أنك تكذب تستطيع أن تغلع عن التدخين لأنك استطعت الانتناع عنه من صلاة الفجر والصبح إلى المغرب وبالتالي يمكنك الإقلاع عن التدخين إذن يمكنك فعل ما تعتبره مستحيلا هذا هو الجانب الروحاني في رمضان وأستاذة زهرة يقول لك أن العقل يطفل صغير لما تنبهوا الحاجة تقولوا زعمة بل تكتمس هذه الحاجة هو هذه الحاجة التي سيقوم بها يحب الإكتشاف كل ممنوع مره كل ممنوع مره العقل نفس الشيء حتى نتكلم عن الجانب النفسي والجانب الروحي العقل تعل الإنسان مقسم إلى قسمين كين عقل يسمونه العقل الواعي وكين العقل اللاواعي العقل الواعي هذا وش فيه فيه المنطق يخمم منطقيا واحد زائد واحد يسوي اثنين وكين العقل اللاواعي هذا هو العقل اللي فيه فيه الأحاسيس فيه المشاعر فيه القناعات فيه المعتقدات المنطق نحن العقل وش كيت تعطيله حاجة منطقية يتقبلها أما أنك تعطيله حاجة غير منطقية تقول لونتا تقدر تحبس الدخان في غير رمضان تقدر تحبس هو كما قال أستاذ وش يقول لك يعني حسوه حتز طرق ساعة لأنه عناش هو العقل الواعي نتاعه وراهم كين حاجة يسموها الإيحاء الإيحاء هذا يحين نفسه يبقى يهدر معه وروحه يبرمج عقله الواعي على الضعف على الاستيكانة على الاستيهانة لا نقدرش لا نقدرش كيف يتحدث معه ويقول له لا نقدرش لكن رمضان يقول لك لا لا تقدر نفس الشيء بالنسبة للأكل يعني يقول لك يقول لك أنا لازم نشرب قازوز أنا لازم نكسر بالقازوز لازم نشرب لازم نكون هذا البلال فلاني لازم يكون بعد دفاع فلاطة ما يقول لك شوفي إضافة على ما قالوه للإخوة الكرام تعني رمضان هو نقطة بداية للتغيير هو نقطة مهمة جدا أنه نبدأ نغيره في يعني حظ ربي طهنا سبحانه حظ واحد آخر أنه نعود نغير من الأخطاء اللي كانت في القديم الهدف تعني كما قال الأخ الكريم تقدر تدير حاجات أنت ما كنتش حاسب لتديرها بغي كظاب ما تلكش من الفجر حتى للمغرب يسمع عندك هذه القدرات تمتنع على التدخين للفجر المغرب تكتشف قدراتك هذه فرصة للمدخنين باش يتوقفوا باش يوقف التدخين راح نقول لك راح يتعب أول ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام راح يتعب لماذا؟ لأن الجسم تعود على إفرازات كيميائية معينة حتى يكسر هذي كلاباز لكسر هذك لسيستام اللي كان يتمشي عليه لأعوام ولفتارات من قبل يحتاج إلى بناء سيستام محد آخر للمومون اللي يكون يحاود يبني في الأدوزيان لسيستام اللي هو سان راح تنظر علاش بسكو كين خالايا كين تركيبات كين يأييرا راح يتنوز يمر بمرحلة يمرد من حلقه يمرد من درسه يمرد من الجسم من تاعه حتى نشوف وانه على ذكر الدرسة كين بزاف أنا نسنا عرفهم يعني قبل رمضان قاع راح والدونتيست يقول لك ما نيش حبها تحكمني وانا صايمة كامل جذور ألم الدرسة عجيب شوفنا يعني مؤخرا من بين دخلها في تحضيرات إلى رمضان جزائري يروح للدونتيست قبل ما يبدأ رمضان بس كي بشمي يقول لك أنا الدرسة تحكمني تماما أنا راسي جيني يقول لك هنا لازم نرقود فينا فقط بش يكون المشاهد الكريم واعي بالهدف من رمضان الصحي أنه كي ما كنت قلت قبيلا بعد بعد إفراز هرمون النمو هذك اللي يعاوني على إصلاح كامل للجسم متاعي حتى الخلايا هذك بش تشيخ ما تشيخ ش تقعد صغير هذك هرمون النمو يعاون الخلايا تاعي بش تقعد كلها صغيرة وكلها وكلها جديدة بعد هذك تصر عملية اللي واسمها وطوفاجي وان جسم تعنا يا كل الخلايا اللي تكون مريضة اللي كيت خلاص للطاقة شتولوا مامو اللي نحسوا روحنا تعبنا هذك الساعات الأخيرة من الصيام كيت حس روحك تعبت وخلاص لازم ترقد في هذك المرحلة بالعكس لازم تزيد الدير دي زي فوق هنا ننا نشوف بلي كاين بزيف ورماركيناها تاني أنه في ناس تروح تدير رياضة كي قرب المغرب نص ساعة ولا ساعة قبل المغرب يعني لكي الناس وربياطيها القوة أنا واحدة نقول كيفاش قدروا يجروا وكيفاش يقدروا يجروا معدل حرق الدهون يزداد بدرجة 200% ولوطوفة جهادية يأكل كل الخلايا اللي تكون كل خالية مثلا نبعد شرع عليكم خلايا سرطانية خلايا ماهيش في بلاستها خلايا مريضة يدير الجسم تعنا يدير هذة العملية يتخلص من كامل هذة الخلايا ويحولها إلى طاقة لأنه يكون محتاج ديزاسيد أميني ما عندوش منين يجيبها ماهيش تجيب من برا يروح يستهلكها من الجسم وشي بدي يدير كل خالة الكائن في الجسم كل خالية ماهيش في بلاستها يروح يحللها ويحولها إلى بروتينات وياخد لليكيد التحا ويستعملها كطاقة باش أنت تقعد على قيد الحياة وتستمر يعني نفهم أنه أي حاجة ربي فرضها علينا عندها حكمة ربانية وغيرانا نشوفه كل مرة نزيد نتقدمه في السنين وتطور تكنولوجيا يلقوا فيها ديزي بخاف يعني سيونتفيك بلي أنه هذه الحاجة كينا منها حتى أنه نشوفه أنه في ناس دخلت للإسلام غير من هذا الدلائل العلمية اللي راهي كيما أقول إحنا كل مرة يعني نفتخر وأنه نقول أنه مسلمين هو في آيتان الأستاذ زهراء الآية الأولى في المعنى التي تكلمت عليه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ما معنى ما يريد الله أنت عندما تفكر بأن الاستيقاظ في الفجر في الجزائي العاصمة راح حوالي الخامسة إلا عشر دقائق صباحا يعني السبح راح في حوالي الخامسة أو الاستيقاظ يعني نتخيل نام رقد في توقيت الحادي عشر ليلا يعني يعني يرقد حوالي خمسة ست ساعات ويستيقظ بشي يصلي صلاة سبح فهذا متعب لكنه في حقيقة الأمر غير متعب مفيد جدا يسألوا طباء القلب يحدثكم عن الذي يحدث مثلا في هذا الباب والآية الثانية المعذرة وهو أعلم بكم إذا خرجكم من بطون أمهاتكم الله خلقنا وهو أعلم بنا افعل كذا لمصلحتك لا تفعل كذا لمصلحتك تدعيما لكلامك حبيت نقول بما أنه المشاهدين ما يشوفوا فينا والأغلبية رح يتستعمل يعني في نحن يتستعمل للهاتف النقالة وش تقدر أنت تنصح لهذا المشاهد وراء هذا الشاشة وراء هذا الهاتف أنه يستغل هذا الهاتف لهذا التكنولوجيا بقيم الروحية لا تستغل لهم مطلقة أنا أذكرها هنا صورة جميلة نعم صعبة صعبة أنك عليش من روحوش أستاذة زهرة والله يجب أن نكون صراحة مع أنفسنا يجب أن نتكلم بمنطق الحق لا بمنطق الاستجابة للواقع لأننا نعمد إلى تغيير هذا الواقع بما يعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع فلا يجب أن نحابي تلك النفس التي تريد الاستكانة والاستهانة والضعف والنقوس لأن النفس أمارة بسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء ولا يصلح النفس إلا الصراحة إلا الحق بلتالي يجب أن نكون صرحاء في هذا البال لأننا نتكلم لا تستعمل لا تستعمل أعطيك أعطيك بديلا جميلا يعني يستغنى على الأكل يستغنى على التدخين يستغنى حتى الهاتف أعطيكي بديلا جميلا الإمام مالك رحمه الله الذي يعتبر مرجعية لدولتنا الجزائرية ولبلدنا وللكثير من البلدان الإسلامية المسلمة يعني إمام مالك بن أقنص رحمه الله المتوفى سنة 170 الهجرة كان عالم حديث وهو صاحب الموطأ أو الموطأ موطأ الإمام مالك وهو من الأوائل الأئمة الذين جمعوا الحديث وكان يدرس الحديث وكان يعطر مجلسه تكريما لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يدرس الفقه وكان يدرس العلوم الشائعة في زمنه فإذا جاء رمضان كان يضع كل شيء جانبا نتخيل أنه يضع هاتف نقال وش يدير؟ وش يدير؟ هذا شهر القرآن ويمضي رمضان مع المصحف فقط نقدر نقرأ القرآن جربوا حاولوا نقدر نقرأ القرآن بتالي فان شيخ نارنا في البوس ونريحين لافين جوغنين ندخلين الدار جميل ما نقرأ القرآن بتالي فان جميل أنا وحدة من الناس نستعمل هاتف لأنه يشوفوا بلو بخاتيك باش ما نتحجدش على نفسي أنا ما نقدرش نحكم مصحف ولا لازم نتوضى ولا نفس الشيء أتدرينا ما الإدمان الأستاذة الزهرة؟ الإدمان متعلق بالسلوك وليس متعلق بالشيء التدخين يصير إدمانا بناء على السلوك على الحركة على إدخال اليد في الجيب وإخراج النقود وشراء السجائر وإشعال وإيقات كل يعادة ترسخ السلوكات هي التي يصعب التخلص منها وليس السجارة بحذاتها لأن النيكوتين الله خلقه فينا ليس كذلك الله خلق فينا غدات ونلقا وهي في مواد أخرى تفرز النيكوتين فالإدمان على البورتابل والله ما ننجم لو كان من نشتش البورتابل والله العظيم ما يشعرفه شيء سرافية لأنه حارك سلوك أنت تركبي في الميترو تجبدي البورتابل تنزلي من الميترو تجبدي البورتابل ولا من أساسيات يعني سبحان الله نشينا من الأساسيات لا خلينا يقولهم الأساسيات يمكن أن نتخلص من البورتابل رمضان يعلمنا هذا الأستاذ صحة لا أريد طبعا أن أجدلك يعني وقت صبر بك سيدة زارة أنا حريص على توصيل النصيحة فقط لست في صدد مواجهتك نقول للإنشاد سيدي الإنشاد دائما فيه جانب روحي لما تسمع أنشودة فيها فيها تديك شوية أنك تطعطيك النوع من الرحة روحانية ودائما قلنا أنه سبحان الله نحن كجزينيين يعني في رمضان دائما هي هو الشهر مسدل هذا الشي أنه نتقربه مربي سبحانه حتى أنه نقوم أنه أنا شي تاني تكثر بك تكثر بك تلقى نفس يعني ديالها في هذا الشهر نعم نحن كمونشيدين يعني رمضان أنا شخصيا كمونشيد ما نستغلوش كثرة في الإنشاد يعني غير إذا كانت استضافات في الإذاعة أو في التليفزيون أكثر شي هو تلوة القرآن أنا عندي رمضان نجوزه أهم شيء يركز عليه هو كيف تحضر رمضان الله صراحة هل أنت كشخص كمواطن جزائري هل كنت تحضر له يعني روحانيا وحتى صحيا أنا صراحة أنا رمضان نستغل فيه براجعة القرآن الكريم هذا بفرصة لأنه طول العام الإنسان عبك مع الشغلات مع الخدمة مع الإغتباطات يعني لكي لحقه رمضان نستغل الفرصة باش نعود نراجع القرآن تاعلي أنه طيلة رمضان صعب جدا باش لكن في رمضان نستغله باش نراجع القرآن تاعي كيفاش نراجع القرآن تاعي بصرة تراوح يعني مستحيل استغنعني مستحيل نستغن فيها عربي تبتكور بي كتبهاك في ميزان حسناتك وانتي سيدتي كيفاش تستغلي كجانب روحي هل تستعدي صراحة نستعد صحيين على بنا أنت في الميدان يعني حبيتي ولكر هل تلقي نفسك أنك تطبقي يعني المهنة جالك في دارك حتى في الأكلات التي تقدميها أكيد هذا الشي هذه التحضيرات من قبل نجيب نستوكي الماكلة ما نستعملهاش تخطيش عندي إيمان ومنشافة مفهوم أنه هذا الشهر ماهوش مديور باش ناكل ماهوش مديور باش نقعد مجرد استهلاك بالعكس أني نخفف الاستهلاك كأقصى حد ممكن في هذا الشهر استعدادات الروحية هو شيء لازم كاستعداد روحية لأنه راح تدير في بالك بلي كين سلوكات راح تتخلص منها في هذا الشهر كين عادات في الحداشن الشهر اللي فاتت راح تتبطلها في هذا الشهر كين ممكن اعتقادات وأفكار كانت غالطة لازم تعود تراجحها مع ربي سبحانه مع روحك انتا كي تقعد كيتحل وشون حندي التحضيرات فيها بلك وش درت هاد المرة شريت مصحفة كبير ما شاء الله باش نحطوه ونحلوه قدامي نقرب لما نقعدها كده يا بنواضر ديوم القعدة رهيبو ليلي أكتر مازالكم ديروا في عادات يعني تسخر بها هاد المنطقة طيروا هادك توجدوا المظهر تحضروه مثلا في الدار مازالكم تحفظوه المظهر هادك نحطوه في الطابلة تعال الصهرة بوغمات خاكي هادك لودوغتا على المظهر صدون سيسيد لغوما تغابيون فيتا هي عندها علاقة بالكي تشمي الريحة هادك تعال الزهر عندها الجسم رح يفرز هرمونات معينة رح يهدأ الأحصاب رح حكم كثيرة خلوهانا يعني جدودنا نقولوا ملحقوش من المستوى العلمي اللي رانا فيه نال أنه الأغلبية الساحقة يدخلت الجامعات وقرأت وعندها مستوى علمي ولكن أنه نشوفوا أي حاجة تركتها يعني الناس خلوها بكري عندها حكمة ما جيتش من العادم نلقاه هاكي هدرت على المظهر حتى في الموائد الجزائرية يعني بكري ما لازمش تتحط قهوة حليب ولا تنحط القهوة بلا مظهر في فرندان يتحضر المظهر فيك من منطقة البوليدة وانت كذلك أستاذ من البوليدة مازالكم تحضروا هاد وشنو العادات لمازالها مازالني للآن نشرب قهوة الكحلة تعيب المظهر من نفس الشينا الوالدة جاري ملازمش نحط لها القهوة ربي طول في عمرها ملازمش نحط لها قهوة زي ما تقول لي وره المظهر وره المظهر ومازال كيف يا عائلت مازالها محافظة على هذا الشي أنا شخصيا مازالني محافظة على هذا الشي لأنه كناخد القهوة فيها مستوى كافيين اللي قدري تنبيه للجهاز العصبي تعيب بطريقة مفريطة بحيط أنهم بعد يجوني ليناخ نولي مقلقون ولينخبطون زروط على الوقت كنزيد لها المظهر رح نعدل في التركيبتين كنشربها رح ننبه الجهاز العصبي تعيب لكن نقعد هادئ نفطن نقعد واعي أكتر لكن بهدوء من دون إيثارة زائدة حتفسير كذلك مازالنا دايما نتكلم على هذا الشي اللي خلوه هنا جدودنا كذلك نشوف أنه كانوا بكري كانوا يحضروا له هاد الشهر الفاضي يعني يحضروا له جميع الجوانب وكأنه لما يحضر هاد هاد الشهر الفاضي لازم تحسوا أنه لازم مخصص للعبادة احتموا بالجانب هاد الروحي بزاف احنا كيفاش لازم نحافظوا عليه كربما نقدروا نقولوا آخر كلمات قدر توصلها للمشاهدين كيفاش نقدروا نستعدوا لهذا الشهر ولا كيفاش نقدروا نستغلوا هذا الشهر من الجانب الروحي الله تبارك وتعالى يباهي بصائمي بعبده صائمي ملائكته انظر إلى الدرجة التي تصل إليها أيها الصائم يباهي بك الله تبارك وتعالى ملائكته يعني انت الله تعالى يقولهم شوفوا عبدي ترك لأجلي طعامه وشرابه وصام لأجلي فلا أجزينا وجزاء الصيام لا يعلمه إلا جزاء الواحد الذي لم يذكر أختم بهذه البيتين لأحمد شوقي أمير شعراء رحمه الله يقول كلاما جميلا يا خادم الجسم كم تشقى في خدمته أتطلب الربح مما فيه خسرانه أقبل على الروح واستكمل أو على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان شكرا لك سيد هواري أبو مدين نشكرك على حضورك يعني الوقت جاز بالخف محسينة لوش مدابين نكملو ما نقدروش كامل شكرا لك الثاني كذلك أخصائي التغذية سومية إن شاء الله ما تكونش هدية الحضورتك شكرا على كل ما قدمته اليوم كذلك نشكر المنشد عبدالله بن دادا عبدالله بن دادا أنا حابة نختم معاك اليوم تختمنا بأنشودة نكملو بها العادة اليوم ونقبل ما نختم نشكر كامل القائمين على هذه الصهرة وكذلك نشكره وكذلك الفندق الوازيس على منحنا هذا الاسباس هذا يبل ما نسوا على رأسهم كامل وحمودي وعمار وكذلك لفامي شريف وكامل الناس اللي منحطنا هذا الاسباس وسهلتنا كامل الأمورات كذلك نشكر اللي لبستني اليوم دانيا بوطاق اللي سا نوفي الكوليكسون ومارسون كوروين فا وقولكم يعطيكم صحات لقاوه إن شاء الله في العدد المقبل منا لتمك ما تنسوش ما تهملوش الجانب الروحي وما تهملوش كذلك صحاتكم سلام تفضل رمضان تجلى وبتسمى طبال العبد إذا اغتنمى رمضان تجلى وبتسمى طبال العبد إذا اغتنمى أرضى مولاه بما التزما طبال النفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلاوات تسمو بالنفس لمولاها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخرى رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا رمضان يكفر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا فعسى من عفو الله عطا لقلوب الأمة يرعاها رمضان تجلى وبتسمى طبال العبد إذا اغتنمى أرضى مولاه بما التزمى طبال النفس بتقواها اشتركوا في القناة